هذا هو هاتف الامفينيكس نوت 40 نسخة 5G هاتف متوسط بسعر 1000 ريال ولكن يستاهل كل ريال فيه خلينا أوريكم مواصفاته هاتف انفينيكس نوت 40 يقدم لك شاشة مسطحة وحواف نحيفة بحجم 6.7 بوصة من نوع الأبوليد بدقة 1080 وبمعدل تحديث 120 هرتز بمستوى سطوع يوصل إلى 132 وعرض ألوان 10 بيت وحماية العين من الجهاد بمعدل وميض 2160 هرتز فمن ناحية الشاشة ما في أي ملاحظات عليها وأسفل الشاشة في عندنا مستشعر البصمة ليقدم سرعة في الاستجابة ومن المنيزات الإضافية ليقدمها الهاتف هي توفر نظام صوتي استيريو موازن من قبل جي بي إيل ويقدم مستوى صوت ممتاز بتجربة صوتية 360 درجة غامرة وبرضو في عندك في الأعلى مستشعر الـ AR عشان يقدم لك خاصية الريموت كنترول المعالج في هاتف الـ Infinix Note 40 هو الـ Dimensity 7020 5G مع تخزين قابل للزيادة بسعة 256 جيجا بايت وذاكرة 8 جيجا بايت قابلة للرفع حتى 12 جيجا بايت ومن ناحية الكاميرات التي تظفر عندنا فهي عبارة عن كاميرا أساسية بقدرة 108 ميجا بيكسل وفتحة F1.8 تقدم قدرة تقريب X3 حقيقية مع كاميرتين مصاحبة بقدرة 2 ميجا بيكسل لكل كاميرا وكاميرا السيلفي عندنا هنا بقدرة 32 ميجا بيكسل وفتحة F2.2 تقدم صور سيلفي ممتازة للسوشال ميديا والشيء اللي ميز هاتف النوت 40 هو البطارية الخاصة فيه واللي هي بقدرة 5000 ميلي أمبير وتدعم الشحن بقدرة 33 واط والفكرة هنا أنه إنفينيكس هي اللي طورت رقاقة إدارة الطاقة بنفسها بمسمى إنفينيكس شيتا إكس 1 اللي تقدم 3 ماط شحن كل واحد بتركيز وسرعة شحن مختلفة ومو بس كده الهاتف يدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 15 واط ويتوفر معاه شاحن لاسلكي قابل للإزالة وبرضو ميزة تجاوز الشحن لما تكون مثلا تلعب أو تتفرج على فيلم موجودة في هذا الهاتف مع أيضا ميزة الحفاظ على البطارية باستخدام الذكاء الصناعي أعجبني الاهتمام بالناحية العملية في تصميم الهاتف علشان تحس إنه معاك هاتف يوفر تصميم مختلف بخطوط إنسيابية زي ما هو موجود بخلفية الجهاز وبميزة ثانية اسمها الـ Active Halo اللي هي عبارة عن دائرة مضيئة تشتغل معك حسب التطبيق المستخدم زي مثلا لما تسمع الموسيقى أو لما تلعب أو لما يجيك شعار أو اتصال وأيضا الفلاش اللي موجود حولها تقدر تتحكم بمستوى وقوة السطوع الخاص فيه ومن ناحية مقاومة الماء فالهاتف مقاوم للماء بمعيار IP53 مع دعم للـ NFC اللي يوجود هنا هو الـ Android 14 المبني على واجهة الفلاش اللي هي الـ XOS طبعا الواجهة مركزة على ثيمة الألعاب بشكل أساسي لكنها قابلة للتخصوص بكل سهولة والشيء الجميل أنه ما فيها بولت وير كثير وتقدم بعض المميزات اللي تكون فعلا مفيدة لكن مجمونا الواجهة تعتبر خفيفة وبغضه يتوفر عندك مساعد شخصي يقدم لك مميزات جميلة وأساسية تعمل بالذكاء الصناعي نتكلم عن الأداء الخاص بالمعالج فجربت الجهاز لمدة أسبوع كامل وكجهاز متوسط أشوفه قدم أداء جدا ممتاز خصوصا بالسعر اللي قدمه وخصوصا في الألعاب الثقيلة زي مثلا Genshin Impact و Code والشيء الجميل أنه يتوفر عنده نمط ألعاب تقدر من خلاله ترفع تردد الجهاز فيه علشان يعطيك أفضل أداء وبالناحية أداء البطارية فكان جدا جميل وكفت لاستخدام يوم كامل بدون أي مشاكل وفي تجربة البطارية صمدت لجلسة لعب مدة ساعتين أو أربعة ساعات ونص لمشاهدة محتوى على الشحنة وحدة فمن هذه الناحية ما عندي أي ملاحظة سعر هاتف النوت 40 5G ألف ريال وأشوف أنه على ما يقدمه من المواصفات وأداء أنه خيار جدا ممتاز كهاتف وتوسط مناسب لأي استخدام أو حتى استخدامه كهاتف ثانوي وكانت هذه معينتي لهاتف نوت 40 نسخة 5G إذا كان فيه أي ملاحظات حول هذا الهاتف أو إذا كان فيه أي شيء معين حابين أنه ركز عليه في حلقة ثانية أتمنى أنكم تكتبون فيها التعليقات ودائما وابدا لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات عشان نوصلكم جديدا كان معاكم خوكم بندر السلام عليكم